لأنه كمان اللي بيتكلمه خبرات حكيم احنا لم ندعي حقا للأهلي احنا بندور على هذا الحق المثبت من خبرات حكيم محايدين ايضا الكابتن ناصر عباس سجل ملاحظاته فيه اكتر من حالة ينظر اللاعب عندما يتم تسجيل هدف نشوف في القانون بقول ايه مش انا اللي بقول خلينا هنا نتكلم كابتن احمد فيه يجب انظر اللاعب حتى لو تم إلغاء الهدف من اجل واحد اتنين ثلاثة اربعة خلينا فيه اخر نقطة كابتن احمد اللي هي ايه ليه ايه خلع القميسة وتغطير الرأس بالقميسة دي دي موجودة بالنص ده في القانون دي اول حال انا بقول لكلام ده اللاعب ده تم اشهر لي البطاقة في الديئة 80 صح لو هيس من العيوني انا نهاردة بتكلم في انذار هنا الانذار ده كابتن ما فيش فيه تأدير كابتن السيد يلا الحالة بعد كابتن هذه الحالة في كل المقيس هنا فيه بطاقة صافة جيراندو هنا نشوف هو عمل هي كابتن ناعب نادل اهل نشوف هنا الايد نمشي اهي ده تقريبا في الثانية 30 ما البداية لا بلد ان نكون صحيحة يعني البداية ما يكون صحيحة دينا كلها بتبقى ماشي كابتن كويس كرة دي يا كابتن فيه حالة شبيهة لاليو ديانج الماتش اللي فيه كتير كابتن خد منها كارتس هنا انذار طبعا مستحق لما يشهر فيه لاعب النادي المصري المعير وحنا قلنا عنوان من المباراة كانت المعير يلا خلينا نروح للحالة اللي بعد شوف البعض قالك فيه هدف الحاكم لغاه نشوف كتن اسامة كتن احمد مهمة جدا وين الحاكم هنا نشوف هنا المخالفة هنا هل فيه مخالفة ما مفيش فيها كابتن مخالفة قبل تسجيل الهدف حشان محدش يطلع يقول ندايس على رجله واضحة جدا وفيها انذار كمان في هذه الحالة انذار ومحمود عشور صفر قبلها كمان هاتلي الحالة دي تاني مرة عدهالي تاني وتالت كده وهنا عشور هنا قريب صفر قبل ما الراجل يسدد الكرة كان عشور مصفر بيه المخالفة مظبوص كانت قبل يعني كابتن ناصر قال عنوان الحلقة اختلال المعيير او اختلاف المعيير واختلاف المعيير له علاقة بالضمير لانها اختلافات في اتجاه واحد وتفسيرات لم تعطي طرف واحد هذا ما يستحقه من حق ربما كان يؤثر على نتيجة المباراة فالمعيار المعيير والضمير يعني لا يجب ان ينفصل استاذ ابراهيم انا يعني مندهش ومش عارف اقول ايه لانه هي نفس المعيار اللي فول بيتحسب على اي من اشرف في نص الملعب فكورة طالع فيها نفس المعيار بيتم اتغاضي عنه لما تبقى الصالح محمد شريف جوة 18 هي نفس لكن الحكم والفار اللي ميشوفوش الشلوت لا ده حد تاني خالص شريف منفرد عنده فرصة تحقيق هدف اللعب من وراه شلوت في داره او في ايده ما تتحسبش شي غريب جدا لكن زي ما قلتلكم دي مباراة كانت فيها ازدواجية واختلال حقيقي للمعايير وشاهدت هذا الشلوت في وجه العدالة وهو الحنفي لو كان استدعاء عشور في الحالات دي ما كانش برق نفسه طبعا ولو كان استدعاء كانت الناس هتقولوا انت بتستدعيه ليه ولكن هابقى استدعاء سليم هو دي نقطة انا مش عارف هاب فهم ما زرره في ذهن ومرة ثانية وثالثة المهندس عادلي بدأ الحالة انه هزيمة الاهل من المصري كانت هزيمة مستوى لكن حتى وانا بخسر وانا بلعب وحش وانا في اسوأ حالاتي فنيا وبدنيا مستحق حقي استحق حقي اخد حقي افرط في حقي تحسب لبنالتي وضيعه زي ما حصل في معابير ستاو في المطش اللي قبله بس اخد حقي زي ما الاخرين بياخدوا حقهم وزيادة انا اعتقد الكابتن اصمع الفتاح عليه مسئولية كبيرة جدا وعنده علامات استفاهم كتير حوالين حكامه وتعيناتهم الدنيا واضحة يا كابتن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة